أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى والله تالله لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة هو بيدلل بقى على أن من ثمرات الصبر أن يسم المرء في الدنيا وعاقبة الصابرين إلى خير فضرب المثل بعمر رضي الله عنه والدرة كانت عصالينة يحملها عمر وكان يضرب بها ويؤدب بل إنه ضرب بها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن غير هذا الجيل الكبير من التابعين والذين أدركوا عمر رضي الله عنه يقول لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة لا يتقدم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلا أبو بكر وحده أما دون أبي بكر فليس هناك أحد يعلو فوق عمر كان أزهدهم في الدنيا وأرغبهم في الآخرة وكان أعدلهم أمن الخائف ونصر أهل الدين وأخاف أهل الفساد أعجز من بعده أن يكون مثله لم يجر أحد في مضماره قط إلا سبقه كيف لا؟ وكان الشيطان يفرق منه ويخاف كما في حديث سعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال بينما نسوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكفرن عليه عالية أصواتهن إذ قيل عمر بالباب فابتدرن الحجاب يعني اختبأنا خلف ستار فدخل عمر وإذا النبي صلى الله عليه وسلم وحده يضحك فقال له أضحك الله سنك يا رسول الله مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء يستكفرن علي عالية أصواتهن فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب فتوجه إليهن عمر وقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله قلنا نعم إنك فض وفي لفظ إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إيهن يا ابن الخطاب والله ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك غير فجك فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أعجز من بعده حتى أن كبار الصحابة ما كان يطمع أن يصل إلى مرتبة عمر ويدل على هذا أثر رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان وقع جفاء بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان بن عفان رضي الله عنهما فقال له عبد الرحمن إني لم أفر يوم عينين ولم أتخلف عن بدر ولم أترك سنة عمر يشير عبد الرحمن بن عوف إلى ما الذي أغضبه من عثمان فكأنه يعير عثمان بذلك يعير عثمان بأنه فر يوم عينين إلا هو يوم أحد ولم يشهد بدرا وأنه فارق سنة عمر في الحكم فالوليد بن عقبة خرج وذهب إلى عثمان بن عفان وقال له ما قال عبد الرحمن فيقول كيف يعيرني بذنب تاب الله علي منه لأن الله عز وجل يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه يقول كيف يعيرني بذنب تاب الله علي منه وأما قوله إني لم أشهد بدرا فذلك أن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة وقمت عليها وقسم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يقسم لأحد لم يشهد بدرا بسهم فكأني شهدتها وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنِّي تَرَكْتُ سُنَّةَ عُمَرْ فَلَا أَنَا وَلَا أَنَا وَلَا هُوَ يَقْدِرُ عَلَى سُنَّةِ عُمَرْ دا كلام عثمان ابن عثمان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء يقول لا أنا ولا عبد الرحمن الذي يعيرني بترك سنة عمر لا أنا ولا هو نقدر على سنة عمر لأن عمر أقصى الأدنين منه عن الحكم عثمان بن عفان لما قالوا له ذلك لأن عثمان رضي الله عنه قرب أرحامه وأعطاهم الولايات وأعطاهم المناصب طبعا لا يتصور أبدا أن عثمان قرب فاسقا أو قرب من لا يقوم بحق الله في الحكم لكن عثمان كان رجلا حييا وكان حليما وكان وصولا فقال عثمان إن عمر أقصى قرابته في ذات الله وأنا قربت قرابتي في ذات الله يعني الحب في الله يساوي البغض في الله مع بعد ما بين الحب والبغض ما الذي جعل هذا يساويها أن هذا في الله وهذا في الله مع بعد ما بينهما هذا حب وهذا بغض فكان عمر يأخذ بالأشد الأشد في هذا وله في ذلك أشياء غريبة لا يعني يفعلها إلا رجل صابر بلغ الغاية من الصبر لأن الإنسان إذا يعني تولى الإدارة كما قلت في المرة الماضية تكثر الشفاعات وأكثر الناس لا يراعي القوانين عايز وسطات وعايز شفاع وعايز استثناءات فأنا عندما أقول له لا يغضب فيغضب مني هذا وذاك فهذا يحتاج مني إلى صبر في الوقوف على حدود العدل وأنني لا أتجاوز إلا إذا كان عندي رخصة أن أتجاوز أما بغير ذلك فلا فنرى مثلا كما رواه سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في السنن الكبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى مواشي كثيرة وكان يطعمها وكان تعهدها حتى سمنت في يوم من الأيام نزل عمر السوق فإذا بهذه الأنعام سمينة وملفتة فقال لمن هذه قالوا هذه لعبد الله بن عمر فقال بخن بخن والله عال يقولون يقولون ارعوا نعم ابن أمير المؤمنين اسقوا نعم ابن أمير المؤمنين لأنعام بالليل أرسل عمر إلى ابنه عبد الله قال قال عبد الله ما هذا قال أمير المؤمنين ابتغي بمالي كما يبتغي الناس بتاجر زي خلق الله قال يا عبد الله بيعها وخذ رأس مالك ورد الباقي في بيت المال كسر نفس عبد الله بن عمر وماذا فعل عبد الله تاجر تجارة المشروع زي ما خلي الله بيشتغله بالتجارة هو جاب بالفلوس بتاعته ماشي بقر وجموس وخرفان وغانم ما إيه إيه الضيري في هذا وإيه الإشكال بيّن عمر العلة قال طبعا ده ابني وأنا أمير المؤمنين بهو ابن أمير المؤمنين كل الناس تتسابق في خدمة ابن أمير المؤمنين لأنه سيستفيد بهذه الوجاهة هو ابن أمير المؤمنين ده مش بيستفيد بوجاهة والده فعمر قال إيه يقال ارعوا نعم ابن أمير المؤمنين اسقوا نعم ابن أمير المؤمنين فأبا عمر أن يستفيد ابنه بوجاهته لأن كل الأبواب المغلقة ستفتح أمام ابن أمير المؤمنين حتى إذا كان حتى ابن أمير المؤمنين لا يريد ذلك هناك كثير من المنتفعين والمتسلقين أول بس ما يقربوا الكلام دهوت وعدين تيجي بعد كده والله عايزين الشفاعة ديت وعايزين الأرض ديت وعايزين المشعرفين دي وعايزين أفتح المصنع وعايزين أجيب المشعرفين الكلام ده كل ده حيتفتح له الدنيا كلها فعمر بن خطاب أبى أن يستفيد عبد الله مع مالي عبد الله من النفس الزكي في الورع عبد الله بن عمر أحد المتورعين المشهورين حتى إذا كان يعني غير ابن غير عبد الله بن عمر يمكن أن يستفيد لا عبد الله لا عبد الله بن عمر لا كان متورعا وكان وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى لكن عمر يعلم أنه سيقف بين يد ربه غدا زي برضو ما في غزوة من الغزوات عبد الله بن عمر أخذ من المغنم بما يساوي أربعين ألفا أشياء تساوي أربعين ألفا نصيبه فلما أراد عبد الله بن عمر أن يبيع هذه في السوق وعلم عمر أرسل إليه فقال عمر له يا عبد الله أرأيت لو أنني أخذت إلى النار أكنت تفتدي بأربعين ألفا قال وبأكثر من ذلك يا أمير المؤمنين قال له فإني مخاصم غدا مخاصم بما أنه والي سيقف بين أيد الله ويخاصم بأه كل من ظلمهم هذا الوالي يأتي أمام الله عز وجل يقول يا رب هذا ظلمني وهذا فعل وفعل خذ حقي منه يقول عمر إني مخاصم غدا وأنت عندما تذهب وتبيع هذه سيكرمونك بدرها من نقص أو بدرها من زيادة أي المطلوب أخذ جزءا من هذا عشان المجاملة لعمر بن خطاب يتوقعها لإذا أراد عبد الله بن عمر أن يبيع عشان المجاملة أخذ جزءا من هذا المال وضعه في بيت المال كان صبورا على مثل هذا والإنسان عادة يكون ضعيفا أمام أبنائه لا سيما إن لم يكن له وجه حق فيما يفعل أنا لما أخذ الأنعم بتاعته وأنا عارف أن ابن يتق الله وعارف أنه هو يعني أمواله حلال أقول له خذ رأس المال والباء الربح اللي أنا تعبت فيه ورعايته هذه الأنعم أحطه في بيت المال طيب وده كسر لنفس الولد لكن هكذا كان عطروا الكلام قولوا سنسل ولنا تتمة للحديث تتمة إن شاء الله تعالى إن جمعاني الله تبارك وتعالى بكم مرة أخرى والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين عطروا الكلام